بحث الرئيس عبدالفتاح سيسي في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني ألف شالتس مستجدات الأوضاع في قطاع غزة خلال الاتصال استعرض الرئيس سيسي جهود مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة بالإضافة إلى جهود مصر لتقديم وإيصال المساعدات لإغاثة أهالي غزة وإجلاء الرعاية الأجانب من جانبه أعرب المستشار الألماني عن التقدير البالغ للدور المصري وأكد موقف ألمانيا بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات وقد بحث زعيماني أيضا صبل تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة حيث شدد الرئيس سيسي على حل الدولتين باعتباره الطريقة نحو السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط